شرّت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين التحدّث في محضر العلماء الأعلام والخطباء العظام والمؤمنين الكرام لعلّه يكون من باب نقل التامر إلى هجر ولكن كان الأمر وكان منا الامتثال إحدى الزيارات المهمة التي ينبغي علينا جميعاً أن نواضب على قراءتها والتدبر في مضامينها الزيارة زيارة الجامعة الكبيرة التي رواها المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه في المفاتيح هذه الزيارة يزار بها كل إمام معصوم يعني عندما تدخلون حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه يمكنكم أن تزوروه بهذه الزيارة إن شاء الله إذا فتح طريق العتبات وزرتم أمير المؤمنين والإمام الحسين والإمامين الكاظمين وزرتم سامراء تزورونهم بهذه الزيارة الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه نقل هذه الزيارة في كتابه الفقيح فقيه من لا يحضره الفقيح وطبعا تعلمون أن الصدوق ضمن في مقدمة كتابه كتابه وقال إني لا أروي في هذا الكتاب إلا ما هو حجة بيني وبين الله تعالى هذا ضمان الشيخ الصدوق قضية ينبغي أن تأخذ بالاعتبار وفي علم الرجال هناك بحث حول هذا الضمان الشيخ أيضا روى الجامعة في كتابه العيون العلامة المجلسي رحمة الله عليه مؤلف البحار يقول الجامعة هذه الجامعة الكبيرة أفضل الزيارات الجامعة والد العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه الشيخ محمد تقي هذا يقول أنا عندما كنت أتشرف إلى العتبات لم أكن أزور المعصومين إلا بهذه الزيارة بعض يقولون هذه الزيارة فيها غلو في شأن المعصومين الغلو ما هو شنو معنى الغلو 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 معناه أنه واحد إلى مقام معين درجة معينة مستوى معين انتوا ترفعوا فوق مقامه وفوق درجته وفوق مستوى هذا الغلو أما إذا واحد قال المسيح ابن مريم كان يعلم الغيب هذا غلو هذا غلو لا لأنه كان يعلم الغيب مقامه مقام علم الغيب فإنت عندما تقول إنه كان يعلم الغيب هذا غلو كشفتم عن حقيقة بيّنتم حقيقة أذعنت بحقيقة أقررت بحقيقة إدراك الحقيقة كمال الإذعان بالحقيقة فضيلة إنكار الواقعية رذيلة إذا واحد قال المسيح ابن مريم ما كان يعلم الغيب هذا إنكار لحقيقة المسيح كان يعلم أو لم يكن يعلم القرآن الكريم يقول إنه كان يعلم الغيب وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم عندما كنتوا تأتون إلى المسيح ابن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان يقول أنت اليوم الظهر تتغدى بالغداء الكذائي هذا ليس علم الغيب وأنت إدخرت لغدك أو لشهرك أو لعامك كذا وكذا هذا علم الغيب إذا المسيح ابن مريم يعلم الغيب خاتم الأنبياء محمد وهو أفضل النبيين لا يعلم الغيب معقول فإذا واحد قال النبي الأعظم يعلم الغيب هذا ليس غلوم إذا واحد قال علي بن أبي طالب يعلم الغيب صلوات الله عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين نفس رسول الله بآية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم فنفس النبي يعلم ما يعلمه النبي بتعليم النبي صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب تلميذ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذا ليس غلوم إذا واحد قال أئمة أهل البيت لهم ولاية تكوينية هذا غلوم هذا ليس غلوم القرآن الكريم يثبت الولاية التكوينية فإذا هذه الفكرة أن هذه الزيارة الجامعة تحتوي على غلو هذا ينبع عن عدم إدراك للحقيقة إن شاء الله عندما تزورون الإمام الرضى صلى الله عليه زوروه بهذه الزيارة الجامعة هذه ذكرناها كمقدمة كمقدمة في هذه الزيارة الجامعة هناك مقطوعة الإمام صلى الله عليه يقول في هذه المقطوعة فالراغبوا عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق هذه ثلاثة مواقف تجاه أهل البيت ثلاثة مواقف الموقف الأول موقف الرغبة عن أهل البيت الراغب عنكم تعلمون من الناحية اللغوية كلمة الرغبة أحياناً تعدى بكلمة في الرغبة في الشيء يعني شنو؟ يعني مال إليه يعني مال إليه رغبته في الشيء الكذائي يعني شنو؟ يعني ملت إليه يعني أحببته ولكن كلمة الرغبة أحياناً تعدى بعن الرغبة عن الشيء شنو معنى الكلمة؟ يعني أعرض عنه الراغب عنكم الرغبة عن أهل البيت هل هناك من يرغب عن أهل البيت؟ نعم هناك أفراد يسمون أنفسهم بالمسلمين ولكن عندما تلاحظ عملهم تجد عندهم حالة الإعراض عن أهل البيت واحد من كبار علماءهم طبعاً مات قبل فترة ينقل عنه أنه كان يقول أنا كنت في المدينة المنورة ما أعلم عشرين عام ثلاثين عام أكثر وأفتخر بأنني لم أزر النبي ولا مرة واحدة هذا مو إعراض عن النبي صلى الله عليه وآله إعراض هذا اللون من ألوان الإعراض النبي لا فرق بين حياته وموته الشهداء ماكو فرق بين حياتهم وموتهم ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء فكيف النبي الأعظم النبي مميت الألباني عند كتاب الألباني واحد من كبارهم كبار محققيهم وعلماء الحديث عند فت كتاب الأحاديث الصحيحة يمكن ثمان مجلدات أكثر في هذا الكتاب يذكر ويوثق هذا الحديث يقول ما من أحد النبي صلى الله عليه وآله يقول كما ينقله الألباني عن مصادرهم المعتبر ما من أحد يسلم عليه في شرق الدنيا وغربها إلا رددت عليه السلام نحن في كل يوم ملايين المسلمين في كل يوم يخاطبون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله السلام عليك أيها النبي يخاطبون جمادا هل تخاطبون الجدار أو يخاطبون حيا النبي حي ولكن هذا العالم يعني الذي يقال له عالم يقول أنا أفتخر بأنه عشرين عام ثلاثين عام أكثر أقل لم أزر النبي ولا مرة واحدة هذا مو إعراض عن النبي صلى الله عليه وآله أكو هناك عائلة كبيرة أفرادها بالألوف ما أحدد الرقم نقل لي بعض المطلعين نقلوا لي أنه لا يوجد في هذه العائلة الكبيرة ولا واحد من رجالهم يسمى بعلي علي واحد ما فيهم أنا بالمقدار اللي أعرف وقرأت ولا علي أكو فيهم علي مو خليفتكم الرابع على أقل تقدير ما هي هذه العداوة مع علي بن أبي طالب أنتو تقبلوك خليفة رابع ولا واحد فيهم اسمه علي على الأقل في مشاهيرهم ولا واحد من نسائهم فيهن اسمه فاطمة فاطمة مو بتنبيكم هذا إعراض عن أهل البيت الرغبة عن أهل البيت شوفوا القنوات الفضائية شوفوا الإذاعات هل يذكرون اسم الإمام الجواد هذا مو حفيد النبي هذا على الأقل اعتبروا عالم من علماءكم عالم لا يجب أن يكرم في 13 من شهر رجع ميلاد أمير المؤمنين الرجل المسيحي يأتي ويكتب دورة كبيرة في علي بن أبي طالب ويقول إن علي بطل الإنسانية الخالد ولكن شوفوا القنوات الفضائية العربية الإسلامية ذكر ما كل علي بن أبي طالب إلا من شذ وندر في الجامعات هل هناك مرجعية فكرية لأهل البيت هل هناك مرجعية فقهية لأهل البيت إلغاء تهميش علي بن أبي طالب مفخرة نهج البلاغة مفخرة البشرية تفتخر بنهج البلاغة ذلك الرجل المسيحي يأتي ويخشع أمام علي بن أبي طالب ويقول لا تقل شيعة هوات علي إن في كل منصف شيعية هو فخر التاريخ لا فخر شعب يصطفيه ويرتضيه وليا جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علوي يا سماء اشهدي ويا أرض قري وخشعي إنني ذكرت علي هذا رجل مسيحي ولاحظوا بعض المسلمين ماذا يفعلوا هذا هو الموقف الأول فالراغب عنكم مارق يعني هذا خارج عن الخط الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول علي خذوا دينكم من علي أقضاكم علي أعلمكم علي ولكن إلغاء لعلي بن أبي طالب إلغاء كامل هذا هو الموقف الأول فالراغب عنكم مارق الموقف الموقف الثاني في المقطوعة الثالثة طبعا والمقصر في حقكم زاهر يمكن واحد لا يرغب عن أهل البيت ولكنه يكون مقصر تجاه أهل البيت صلى الله عليه التقصير له أشكال أنا أذكر لكم مجموعة من الأشكال الشكل الأول دققوا في هذه الأشكال الشكل الأول الجهل بأشخاصهم وقضاياهم الشخصية أسماء أهل البيت لا تعرف بعض لا يعرفونه أسماء أمهاتهم مجهولة مواليدهم مجهولة وفياتهم مجهولة هذا النوع من التقصير النوع الثاني الجهل بمقاماتهم مقامات أهل البيت غير معروفة الإمام الرضا من هو ولي عادي من أولياء الله فقط هذا هو مقام الإمام الرضا إمام مفروض الطاعة هذا مقام الإمام الرضا فقط أو الإمام الرضا فوق ذلك البارحة أحد المشايخ الكرام كان يقول لي أن هناك شبهة مطروحة حول الولاية التكوينية الإمام الرضا إلى ولاية تكوينية أو مائلة الشبهة تقول بأن الإمام الرضا النبي الأعظم أمير المؤمنين أئمة أهل البيت ما عدهم ولاية تكوينية يدعون فيستجيب الله دعاءهم قال شنو جوابكم على هذه الشبهة فقلت له هذا الكلام ضد القرآن الكريم القرآن الكريم يثبت الولاية التكوينية الولاية يعني ولاية الأمر ولاية التصرف ولاية التقليب ولاية التغيير ولاية التحويل مو أن الإمام يدعو الله تعالى يستجيب دعاءه ذاك مقام ثابت لأئمة أهل البيت وثابت للنبي الأعظم ولكن الله أعطاهم الولاية التكوينية قلت القرآن الكريم يفند هذه المقولة القرآن الكريم يقول لاحظوا القرآن يقول أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير المسيح بن مريم كان يأخذ طين ثم يجعله على شكل خفاش هذا الطائر ثم ينفخ فيه فيطير الطين يطير في الهواء ما كان يدعو الله يقول يا الله حول هذا الطين إلى الطير أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله هاي ولاية التكويني هذا مو دعاء هذا فوق مقام الدعاء المسيح بن مريم كان يخلق له مقام الخالقية القرآن يقول وأحيي الموتى طبعا بإذن الله بإعطاء الله بإقدار الله نحن ما عندنا شريك لله تعالى في ملكه ولكن الله يعطي لمن شاء من عباده ما يشاء كان يخلق وكان يحيي الموتى بإذن الله يقف على القبر ويقول له أيها الميت قم بإذن الله قم بإذن الله وإذا بهذا الميت الذي مرت عليه أعوام يقوم وهو ينفض التراب عن ثوبه أو عن كفة الجهل بمقامات أهل البيت هذا الجهل هو الذي أدى إلى أنه واحد يقول الجامعة الكبيرة هذه غلو الجامعة الكبيرة تحاول ترفع مستوانا وفكرنا حتى نعرف بعضا من عظمة أهل البيت صلوات الله عليه نحن عندما نقرأ يجب أن نفكر في كل كلمة في كل حرف في كل جملة الجهل بأشخاصهم هذا نوع من التقصير الجهل بمقاماتهم هذا نوع من التقصير الجهل بمعارفهم ما هي معارف أهل البيت العام حفظه الله كان يقول له كلمة لطيفة كان يقول أحاديث أهل البيت ربما كلمة في سطر واحد ولكن مفتاح لحل معضلة كبيرة من معضلات الحياة كلمة وحدة الآن ما كو مجال حتى أفصل في هذا الجانب كلمة حل مشكلة رجل يعيش مع امرأته ثمانين عام وهذه الحياة العائلية مليئة بالقلق والاضطراب والتوتر كلمة واحدة من أهل البيت مفتاح حل هذه المشكلة معارف أهل البيت أحاديث أهل البيت كم منا يحفظ نهج البلاغة نهج البلاغة كتاب عظيم يحتوي على معارف إلهية يحتوي على حلول لمشكلات الحياة أكو حديث أذكره ولا أشرحه مشكلة الخدم الآن كثير من العوائل فيها مشكلة الخدم وما أعظم هذه المشكلة أكو حديث كم كلمة من أكرم خادمه أمن هذا يحتاج إلى حديث مستقل هذا حل مفتاح لحل هذه المعضلة الاجتماعية الكبيرة مشكلة الحب هذه المشكلة الكبيرة التي تعاني منها المجتمعات كلمة واحدة مفتاح لفهم هذه المشكلة وحل هذه المشكلة الإمام يقول قلوب خلت من حب الله فابتلاها الله بحب غيره ما أعظم هذه الكلمة وما أروع هذه الكلمة معارف أهل البيت حلول لمشكلات الحياة معارف إلهية معارف معنوية أين نحن عنها قديماً كانوا يحفظون أولادهم نهج البلاغ يحفظون أولادهم الخطبة الفدكية تعلمون أي كنوز معرفية موجودة في الخطبة الفدكية كانوا يحفظون أولادهم أهل البيت شرف الدين ينقل في المراجعات كانوا يحفظون أولادهم الخطبة الفدكية كما يحفظونهم القرآن الكريم هذا الطفل يحفظون القرآن ويحفظوا الخطبة الفدكية هذا النوع من التقصير أن نأخذ ثقافتنا من الشرق من الغرب من اليونان من أفلاطون من سقراط ونترك نهج البلاغ ونترك معارف أهل البيت شكل من أشكال التقصير الجهل بأشخاصه الشكل الثاني الجهل بمقاماته شكل ثالث الجهل بمعارفه وشكل رابع التقصير في الموقف العملي هذه المقطوعة تقول والمقصر في حقكم زاهق يعني هالك الكلمة الأخيرة واللازم لكم لاحق لاحق يعني شنو يعني معهم يلحق بهم في الدنيا والآخر اللازم لهم عقيدة وفكرا ومعارف وأخلاقا وعملا هذا يكون معهم في الدنيا والآخر إحنا إن شاء الله ينبغي علينا أن نحاول أن نكون من المتمسكين بهم في جميع الأبعال زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه نوع من التمسك به زيارة المدينة المنورة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت هذا نوع من التمسك به زيارة النجف كربلاء الكاظمية سامراء هذا نوع من التمسك به هذه إن شاء الله مفتاح اللحوق به كان واحد من المؤمنين في شهر رجب زار المعصومين الأربعة عشر جميعا في شهر رجب واحد هذا توفيق زار المدينة المنورة وفيها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمة البقيع الأربعة وقبر الصديق الكبرى صلى الله عليه وآله مجهول ولكنها تزار وزار مشهد وزار النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء في شهر واحد إن شاء الله هذا مفتاح من مفاتيح اللحوق به في الدنيا والآخر المرجع المعروف المرعشي النجفي لعل بعضكم أو بعض العلماء رأوه هذا كان ينقل أنه عندما توفي الشيخ مرتضى الحائري كان أحد كبار العلماء في قوم العلماء الأتقياء قال عندما توفي رأيته في عالم الرؤية فقلت له ماذا جرى عليك في ذلك العالم قال أنا قبل أن يخلوني في لحدي ما كنت أشعر كثيراً برحبة الموت وبخوف الموت تشيعوا بكاؤوا تغسيل تكفين بالنتيجة العائلة حول المحتضر حول الميت الميت في بعض الأحيان لا يصدق أنه مات ما يشعر أنه مات يعني يشوف جثته أمامه ولكن لا يشعر أنه مات يقول لأهله ليش تبتشون علي أنا ما ميت أنا ما بيشي يقول ما كنت أشعر بالرهبة والرعب والوحش إلى أن وضعوني في قبري وأهالوا علي التراب يقول هناك شعرت بوحشة عجيبة لا يمكنني أن أصفها نحن نشوف الموت نشوف الأموات ولكن رؤية الموت غير تذوق الموت تذوق الموت شي آخر ولذلك الأموات الذين يرون في عالم الرؤية أو في عالم المكاشفة يقولون إحنا لا نتمكن نصف لكم ما في هذا العالم ما يمكن الآن أنتوا إذا سويتوا ارتباط بجنين في بطن أمة وتمكنتوا أن تتكلموا ويا تردون تشرحوا لي ما في هذا العالم تتمكنوا مثلا الألوان اشرحوها للجني يمكن اللون الأبيض والأحمر والأخضى يفهم ما يمكن إحنا أيضا للعالم الآخر هالشكل يقول استولت علي الرهبة ووحشة لا يمكنني أن أصفها وأنا متحير ماذا أفعل يقول وإذا في هذه اللحظات أو في هذه الدقائق وإذا بصوت يناديني شيخ مرتضى أو مرتضى يقول بمجرد ما سمعت هذا الصوت وإذا بالطمأنين والسكين والهدوء تأتي إلى قلبي شعرت بطمأنين هدوء يقول نظرت وإذا بشخص له هيبة جاء وجلس عندي فقلت له من أنت فقال أنا علي بن موسى الرضا الذي زرته في حياتك الله 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 أنت زرتني في حياتك ثمانية وستين مرة وأنا سوف أزورك في هذا المكان ثمانية وستين مرة يقول هي الزيارة الأولى أنهت كل شيء وأنا الآن أعيش في أفضل حال هذا توفيق كبير توفيق التشرف بخدمتهم ونوع من أنواع اللزوم لهم والتمسك بحبلهم الراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المتمسكين بهم واللاحقين بهم في الدنيا والآخرة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرّت شموس الهدي بالكلمات فأنارتي الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر